اشتركوا في القناة حيث جرى توقيع اتفاق أيضا مع شركة خدمات للنفط والحفر بقيمة 6 مليارات ريال من جانب الآخر نقلت وكالة رويترز عن مصدرين المطالعين قولهما إن أرامكو طلبت من المصرفيين تقديم عروض قبل نهاية السنة الحالية لتولي إدارة الدفاتر والاطلاع بدور المنسقين العالميين في طرحها العام الأولي المزمع إجراؤه عام 2018 برعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خاد الفالح انطلق المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية تحت عنوان حلول ذكية لطاقة مستدامة بمدينة جدة حيث ركز المؤتمر على عدد من المحاور منها تطبيقات العدادات الذكية وتكاملها مع شبكات الاتصالات لنقل البيانات بموثوقية عالية وتوحيد المواصفات الفنية لمعادات الشبكات الذكية والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى في ظل الطلب المتزايد على الطاقة والتي تشهده المملكة حتى تتحقق الرؤية الاقتصادية الشاملة شركات عالمية تهدف إلى رسم مسار الطاقة في المملكة من خلال المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية هذا اللقاء كما تدركون هو اللقاء سنوي ويركز على جانب مهم جدا وهو الشبكات الذكية وتطبيقاتها في قطاع الكهرباء بصفة خاصة وتطبيقاتها الأخرى بصفة عامة نشاهدنا اليوم عدة اتفاقيات أو توقيع مذكرة تفاهم بين جهات معنية بشأن الطاقة بصفة عامة وبشأن القطاع الكهرباء بصفة خاصة لم يقتصر هذا المؤتمر على الندوات والمحاضرات التعريفية بل امتدى ليشمل معرض تعريفيا بمختلف مراحل صناعة الطاقة الذكية في المملكة وتعريف الشركات المحلية بآخر المسجدات في هذا المجال كما وقعت على هامشة هذا المؤتمر اتفاقية للجهة المشغلة للأكاديمية الوطنية للطاقة اليوم احنا متواجدين في مؤتمر مهم جدا من اهم المؤتمرات في عملية الديجيتيزيشن لكل الكطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية بالذات في كطاع مهم الذي هو كطاع الطاقة والغاز المؤتمر هذا اليوم هو جزء اساسي في عملية تحقيق رؤية المملكة 2030 ليهدف الى عملية ترشيد الانفاق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل القائمين على هذا القطاع مؤتمر الشركات الذكية يعتبر احد اهم المناسبات في المملكة لانه يوفر اول شي رابطة بين الجهات القطاع الخاص والجهات الحكومية جهات التدريب وتطوير الكفاءات ويقدم اضافتين لذلك اوراق علمية مفيدة جدا في تطوير التقنيات في مجال التقدم التقني في تقليل الخسائر في الطاقة الكهربائية رفع الكفاءة المملكة تعمل على تطوير الشبكات الكهربائية من خلال الانظمة الذكية المتقدمة لتعزيز منظومة الكهرباء في المملكة مما يسهم في مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في سعي من المملكة للعمل على الطاقة المتجددة وتوفير مصادر طاقة بديلة انطلق المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية محمد بن مشهور الإخبارية جدة أنهى مؤشر أسهم الرئيسي جلسة اليوم متراجعا بثمانية عشر نقطة ليقفلها عند سبعة ألاف وخمسين وسبعين نقطة بتداولات تجاوزت القيمة ثلاث مليارات وتسعمائة مليون ريال حيث سجلت أسهم سبع وثمانية شركة انخفاضا في قيمتها السوقية فيما أغلقت أسهم ثلين وثمانية شركة على ارتفاع حيث كانت أسهم شركات أنعام القابضة والخضر والخزف السعودية الأكثر ارتفاع أما أسهم شركات مكة وكهربائي السعودية والحكير فكانت الأكثر من خفاضا في تعملات اليوم كما أنهى نمو أيضا على تراجع بست نقاط لتوقف المؤشر عند ثلاثة ألاف وواحد وستين نقطة أطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم عبر موقعها الأكتروني مؤشرا يحسب التكلفة للاستهلاك السكني حسب التعريفة الجديدة ويظهر المؤشر بمجرد فتح الموقع الأكتروني للشركة حيث يستطيع المستهلك تحريك المؤشر التعرف على التكلفة الجديدة والتي يبدأ تطبيقها أتبارا من أول يناير لعام 2018 جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وتتخطى إراداتها السنوية مليون ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل العشرين من شهر ديسمبر لهذا العام وذلك تجنبا لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها رظام ضريبة القيمة المضافة وأوضحت الهيئة أن التخلف عن التسجيل في الموعد المحدد يعرض المنشآ إلى غرامة مالية مقدرة بعشرة ألاف ريال إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بدعم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد حيث بيّنت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزءا منه أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة فهي لا تقل عن 5% قررت مؤسسة النقد رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 125 نقطة أساس إلى 150 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس على أن يسري مفعول هذا القرار فورا كما وجهت مؤسسة النقد جميع البنوك بعدم المساس بالمخاصصات النقدية لبرنامج حساب المواطن التي يتم إداعها في حسابات المستحقين ولا يقتطع منها لصالح البنوك أي قيمة مالية للقروض الشخصية أو التمويلية اعتمد برنامج البيع والتأجير على الخارطة وفي قواعد عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة وتنفيذها بدءا من العام 2018 حيث تشمل قواعد الترخيص لمشروعات على الخارطة بمختلف أنواعها وحقوق المستفيدين والتزامات المطورين العقاريين إضافة إلى سجل المشاريع وقواعد عمل تنظيم حساب الضمان وشركات المعايلة حيث أوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد الغزواني أن الهدف من هذه القواعد تنظيم أعمال الترخيص في مشاريع بيع وتأجير أي وحدات عقارية على الخارطة بما لا يخل بالضوابط الصادرات من مجلس الوزراء لتنظيم هذا القطاع مبينا أن نشاط وافي يشمل أيضا على أحادات عقارية تعرض أو تسوق أو تباء قبل اكتمال إنشائها مهما كان غرضها وأسلوب تطويرها أكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تحمله لعامين لتكلفة اشتراك لمؤسسة العامة لتنمينات اجتماعية للحاصل على وثقة العمل الحر والمسجل كمشترك اختياري وذلك في خطوة تهدف إلى رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفزة للإنتاج وتطوير وأوضح هدف أن إصدار وثائق برنامج العمل الحر يقتصل على 78 مهنة إذ أنه بإمكان المتقدم الحصول على التراقيص من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج ويشترط الحصول على الوثيقة العمل الحر بأن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة من 18 إلى 60 سنة ويحمل الجنسية السعودية نهاية النشرة تذكير بأهم العراوين شركة أرامكو توقع مذكرات تفاهم مع شركات أجنبية ومحلية بأكثر من 10 مليارات دولار وهيئة الزكاة والدخل تفرض عقوبات على المنشآت في حال عدم امتثالها لضريبة القيمة المضافة إلى اللقاء اشتركوا في القناة